أعزائي مشارك ورابنس وكل مكان بعد نهاية مبارة النهاردة بين فيوتشار والزمالك هناخد بعض الحال التحكمية ونتكلم عليها ونحللها مع بعض الحالة الأولى كانت في الـ D14 وهدف فيوتشار مالغي قرر السليم من حكم المساعد بعمل دلي تأخير للراية بعد كده تم تسجيل هدف هنشور مع بعض التسنول مصبوط تسنول موجودة بالمسافة دي المساعد الثاني أحمد توفي طلب خذ القرار الصحيح باستمراف اللعب وعمل ديلي أو الحاكم ديلي وفي الآخر خد القرار الصحيح والخطوط السليمة والقرار السليم ومراجع سلام من الفار والهدف الملغي القرار الصحيح بإلغاء الهدف البداية التسلل في الديئة 71 المسك بالمنظر ده ماينفعش حاكم كبير محمد الحنفي المنظر ده الإصرار على المسك بالمنظر ده بالاستمرار المسك لازم انذار كرت أصفر لازم انذار ماينفعش تحذير مهما كان مبارر لازم انذار للعب الزمال اللعبة بعد كده شك فرق الجزاء اعتراض من الهدف زمالك هنشوف اللعبة مع بعض دي مكتفة عادلة وفيش احتجاج طبيعي جدا مفيش اي مخالفة من اللعب يوتشر وبالتالي استمرار اللعبة قرار صحيح من حاكم المباراة باستمرار اللعبة الاهم النهاردة هي هدف المباراة هدف المباراة بنتكلم في نزيزه بعد ما لعب الكورة كان موجود في مواقف تسلل وجود وره الخط كان ما لو كان على الخط لكن هو القرى جاتل من مين هو ده الحل بناء الهدف ستواله لعبه يoutil كرته من من المنافس اللعب في المدافع وبالتالي وجوده في مصطب تسلل بلايه انى اسمر اللعب مفيش اتترافعت القرى والهدف سليم يبقى اذا ما فيش تسلل الهدف سليم وقرار سليم من المساعد قرار سليم من حاكم مباراة النبيقول للمساعدن لللاعب المدافع وبالتالي ما فيش تسلل القرى ما خرجتش هنا على الخط ومراجة الفار للهدف مراجع سليمة والهدف سليم دي كل حاجة عندنا نرضي في تحكيم شكرا لكم سلام عليكم